تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 382 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 69 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 30 طن سلع غذائية كما تم ضبط أكثر من 29 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 9 أطنان سلع غذائية أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 370 قضية من بينها 86 قضية خبز ناقص الوزن ومئة واثنتان قضية خبز غير مطابق للمواصفات